سفقة القارن مطلوب تمكين اسرائيل من المنطقة قلت لك هذا الكلام فك بقى المنظمات اللي موجودة المجلس تعاون الخليجي اتحاد الجامعة العربية منظمات الاسلامية كل ده مطلوب تفكيكه وادخال اسرائيل فين في المنظومة وبيع جزء من سيناء وادخال السعودية في منظومة التعاون السعودية انه السعودية تسمع في يوم من ايام ان المنظمة ولا مش عارف رابطة العالم الاسلامي الراجل بتاعها الامين العام بتاعها بيقول لك احنا يعني هندعوا وفد من الهولوكوست يجي زور المملكة انا عرف ان الهولوكوست حدث مش افراد ولا منظمة حرقك في الكلام ده ولا ما تعرفش ايه الهولوكوستر بيعكوا عنه انه فيه ناس عملت ايه عملت محرقة ليه ناس من يهود والعالم كله ضد انك تحرق كاتكوت مش يهود دي ولا مسلم ولا مسيح صح فش كلام امال ايه الموضوع فالراجل من غبوته ومن يعني طمعه ورغبته في ابداء خضوعه للصهاينة بيقول لك سندعوا وفد من دين من الهولوكوست يزورنا كوست ابني يا جاهل لا بهمش كده فده الاسلام الجديد يجي اليهود عن دين ويخش هل هيسكتوا لا اليهود بيطلبوا بمئتين وخمسين مليار تعويضات من ممتلكات اليهود المهجرين شفت الخبر ده قبل كده هنا وهتشوفه تاني وهتسمعه وليس ذلك بغريب وليس ذلك ببعيد ليه لانه طالما تمكنت من علاقات وفتحت معاك اناود دبلوماسية هيبدأ يقول لك ايه خوي خوي بن سلمان حنا اخوات ولا مخوات حنا ما احنا نخنون انتم اولاد ابراهيم يقول له اقول له ازا كنا اولاد ابراهيم فازا كنتم اخوات تحسبوا احنا لين عندكم حبة كتير موجود اهو الراجل ابو المخبر ده ده المخبر اللي هو بتاع رابط العالم اسلامي مش عايز اسمه الايسا ولا اسمه ايه بيقول لك المتحف الوسائق لتاريخ الهيلوكوست المدعو من الرابطة للزيارة في دفتها تعلق بوافد امريكي مستقل ومتنوع دينيا حيث سمنت الرابطة اهتمام وبعرض من قضايا داخل من قضايا اللاجئين السوريين ده بيرد عالكلام الاولاني لكن في فيديو له لو سمحتم لو جاهز قلولي فالراجل يعني بيقول لك لا احنا كمان من اه ما فيش كلمة عن الفلسطينيين يعني المفروض ان انت يا استاذ يا ايسا لكن هما بيرتموا في احضان اسرائيل